عشرات الاكترات من الأراضي الزراعية في منطقة الغاب بمحافظة حماه غمرت بمياه الأمطار مخلفة الكثير من الأضرار بمحصول القمح الاستراتيجي ومحاصيل زراعية أخرى وذلك لعدم قدرة قنوات تصريف المياه على استعاب كمية الأمطار الهاطلة خلال الأيام السابقة صار عندنا أضرار بالمحصول القمح نتيجة الغمر المياه لأن المياه ظلت المطر 40 يوم متواصل صار في غرق كبير صار في ضرر عندنا في أراضي حوالي 70-80% نحن عندنا محصول الجلبان ضرر بنسبة 100% تقريبا القمح أخف بشوي بس نحن نطالب صندوق الكواريس بشكل عام أنه يكون نسبة الضرر مناسب لتكلفة الأرض السيول هاي غمرت الأراضي ومساحات كبيرة من الأراضي من تضرر الأخوة الفلاحين بشكل كبير ونحن دائما نساهم بصندوق الدعم صندوق الدعم ما عم نشوف نتيجة المزارعون المتضررون من الأمطار يدعون الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمزروعاتهم من صدوق دعم الكوارث الطبيعية إذ بلغت نسبة الأضرار بين 70 و 80% ببعض المحاصيل فيما وصلت نسبة الأضرار في محاصيل أخرى إلى 100% حسب ما يقول الأهالي أن فلاح الغاب الله يخللنا صندوق الكوارث نيسينا ما حدا ميلدكش بيسم فلاح الغاب لا أضرار جلبان ولا أضرار حنطة حدا قرب الفلاح انخرب بيته بداية الأرض بالنظر ما بد بيت إن عام يجوا مرقوا مرور الكرام حال الطريق فمتع لهي شلون فضرب الأرض تفكرة من هون دلومين هي بتكون خمس دلومات على حرقة وع الرأس فمتع لهي كيف بعدين الأضرار يعني تعرف فلاحة غالية وبدار غالية وكل شيء غالية وفي ناس ضيبني ضمان أراضية ضمان يعني تخيل أنه في آلاف النظر مضرورة ما فيها تعويض بالمرة ما في شيء مثل ما أنك شايف عرض الواقع عام نحاول قدر الإمكان أن ننقذ هالضل الفلاحون يأملون أن يتم تعزيل قنوات تصريف المياه قبل بداية كل موسم زراعي لتجنب حدوث الفيضانات وغمر الأراضي الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة كما يطالبون بتقديم المزيد من الدعم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمزروعاتهم ليتمكنوا من الاستمرار بزراعة أراضيهم وتقليل حجم الخسارة التي لحقت بهم